الرزق الحلال يساوي وزنه ذهبا يسعدنا أن نقدم لكم اليوم في هذا الموضوع من خلال ربن القصص قصة جديدة رائعة حدثت مع راعي أغنام فقير أحداثها وقعية وجميلة جدا من أحلى القصص المعبرة استمتعوا الآن مع قصة الرزق الحلال يساوي وزنه ذهبا نتمنى أن تنال إعجابكم وللمزيد من القصص تابعون يوميا على موقعنا يحكى أنه كان هناك راعي أغنام بسيط يدعى كريم وكان يرعى أغنام أحد الأغنياء ويأخذ جزاء عمله أجرته اليومية خمسة دراهم وذات يوم استدعى الرجل الغني الراعي وأخبره أنه ينوي بيع الأغنام في أقرب وقت لأنه سيسافر خارج البلاد وأعطى الراعي مبلغا كبيرا من المال نظير خدمته له ورعايته لأغنامه طوال سنوات إلا أن الراعي كريم رفض أن يأخذ هذا المبلغ قائلا أرجوك لا تحرشني يا سيدي لقد أخذت نظير عملي أجرة اليومية ولن أخذ غيرها تعجب الغني من تصرف الراعي وأعجب كثيرا بأخلاقه ورضاه فدعا له بزيادة ماله والبركة فيه وهكذا سافر الغني تاركا الراعي المسكين بدون عمل أو مال يقتات به حتى يجد عملا جديدا بدأ الراعي يبحث عن عمل جديد على الفور حتى وصل إلى قرية وجد بها كثيرا من الناس متجمهرين أمام تاجر كبير يبدو عليه الفخامة والغنى فاقترب الراعي من الناس وسألهم عن سبب تجمهرهم أمامه فأجابه أحدهم هذا التاجر الغني يعطيه الناس كل ما لديهم من أموال فيسافر ويتاجر بها ويجلب لهم المزيد من البضائع والأرباح العظيمة فكر الراعي قليلا ثم قرر أن يذهب إلى التاجر ويعطيه الخمسة دراهم التي يملكها وكانت هي آخر خمسة دراهم أخذها من عمله وطلب من التاجر أن يأتيه بأرباح ويشتري له شيئا ينفعه ويتاجر به نظر التاجر إلى الراعي وقرأ في عينيه الصدق والوفاء فقال له لك ما تريد سافر التاجر وبدأ يتاجر في أموال الناس ويشتري لهم ما يطلبون ولم يبقى معه سوى خمسة دراهم للراعي فرأى قطا سمينا أراد صاحبه أن يبيعه لأنه يأكل كثيرا فاشتراه التاجر وعاد إلى بلاده وفي الطريق مر على قرية ورآه سكان القرية وبيده القط فطلبوا منه أن يبيعهم إياه حتى يخلصهم من الفئران التي تأكل محاصيلهم وأنهم على استعداد لشرائه بوزنه ذهب فوافق التاجر وعاد إلى بلده وأعطى لكل شخص أمانته ثم أخذ الراعي واستحلفه بالله أيخبره بسر الخمسة دراهم هذه فقص عليه الراعي ما حصل معه ودعاء الغني له فقال له التاجر أعوضك الله خيرا لأنك رضيت برزقك الحلال ولم ترضى زيادة على ذلك وأعطاه الذهب